في كل قرية ومخيم للاجئين وفي كل مدينة يوجد أناس يحاولون تحسين حياة مجتمعاتهم المحلية لكن المجتمع الفلسطيني باعتماده على المعونات الدولية يشوه عملية التنمية ويمنع استدامتها لأنه يولد العزة ويقوض قياداته المحلية فعلى سبيل المثال الممول دائما يطلب المقترحات بالانجليزية وليست بالعربية ويستخدم أطر معقدة للعمل والغريبة على مجتمعنا المحلي حتى المؤسسات الغير حكومية الكبيرة التي تستطيع الوصول للمانحين دوليين تضطر إلى استثمار طاقة الخدمات لمن تقوم بتمويلهم حتى باتت تبتعد عن أولويات وقيم مجتمعتها داليا تعتقد بأننا نحن بأنفسنا من يقرر كيف نطور ونستخدم مصادرنا من أجل التغيير المجتمعي والتنمية المستدامة لذا نحن ندعم المبادرات المجتمعية لطريقة جديدة وضعنا التحكم والسيطرة على صنع القرار بأيدي المجتمعات نفسها مؤسسة داليا مؤسسة مكونة من أفراد فلسطينيين من كل انحاء العالم فوجدنا حالنا كعدة أفراد بالفك زي بعض تم تقريبا 250 لقاع مع مسؤولين في البلدان المختلفة في فلسطين وأنشأنا داليا لتكون هي وقفية لهذه المؤسسات في القرى وفي المخيمات وفي المناطق الفلسطينية في المدن الفلسطينية ومندعم المؤسسات لحين برنامجهم تكون هي الأساس في التفكير أنا سعيدة موسى كومنيتي أورجينايزر لمؤسسة داليا من ضمن البرنامج اللي اشتغلنا عليها بالمؤسسة اللي هو برنامج القرية من يقرر من ضمن التحضيرات لهذا البرنامج اللي هو شكلنا لجنة مشاريع اللي دورها استشارة ومشاركة بالتخطيط وبالتنفيذ وبعطاء الأفكار الجديدة والإبداعية هل الجمهور حيكوني عنده معلمات كفاية أو هل الثلاث ديائق العرض حتعطي الجمهور معلمات كفاية اللي يعلم أني أحسن لا أفكار بس إذا المؤسسة عرفت أنه اللي نجحها توقف هذا المشروع هو الجمهور ابنها في الريد وأنه مطلوب منه يقدم تقرير كيف سرقه بيكون حريص أكثر من دانيا على كيف يصرف لأنه في تقييم الجمهور اللي قرر بالجمهور اللي بيسلوا بالشارع وهو ماشي بالشارع بيسلوا شوية منتو في الثلاث تنافر اخترنا قرية صفا أن نفذ فيها البرمانج قرية صفا بلدة فلسطينية حدودية على الحدود عام 67 وقع عليها الضرر نتيجة اتقامة الجدار تمت مصادرة أراضي كثيرة وواسعة آخرها كان 2000 دنم مشجرة بالزيتون بلدة صف عدد سكانها 4000 تقريبا و250-300 نسمة يعتاشوا تقريبا على الزراعة وعلى الوظائف العمومية والأعمال الخاصة إذا كانت حرفية أو زراعية دعينا لاجتماع موسع بتاريخ 5-7 أجعلها 38 شخص من القرية بدعوات عامة وبدعوات للمؤسسات فقدمت كل مؤسسة من الثمان مؤسسات عن طبيعة برامجها ونشاطاتها طلبنا من الجمهور في الاجتماع الموسع أنه يختار أربع مؤسسات من الثماني اللي بيشوفها أنها تستحق التمويل أو ثقة عالية فيها فخضعوا العملية التصويت وكانت النتيجة أنه فيه أربع مؤسسات فعلا حصلت على أعلى الأصوات منها النادي الرياضي ومركز مروج الثقافة واللجنة الزراعية واللجنة النسوية أشرنا للجمهور في القاعة أنه ذالي بتمنحكم 12 ألف دولار هالدول بدكم توزعوهن أنتوا إصحاب القرار على الأربع مؤسسات اللي أنتوا رشحتوها أو اللي فازت لأنكم أنتوا اخترتوها طبعا استمرنا معهم حتى نهاية تنفيذ المشروع بالخطوات وكمان أنه حددنا يوم مفتوح أو لقاء مفتوح آخر بإجماع المؤسسات الأربعة وكان بتاريخ 2012-2008 فكان هذا الاجتماع هو مثابة المحاسبة أو التقييم لهاي المؤسسات التقييم لذاتها وبعدين تقييم المجتمع إليها يعني بجزء من المبلغ تل شراء اللوازم والعمل اللوازم التي تذكرناها في القاعة وتم تحويل مبلغ آخر من المنحة للفريق الرياضي اللي طبعا حاليا خوض في دوري وبتنفو مبالغ كثيرة فريق المالي اللي أخذناه من الدالية من هذا العام وفيه أخرى إحنا اشتغلنا كلجة زراحية فيه كمبيوتر 800 دولار من مؤسسة دالية طابعة 300 دولار مطور رش زراعي 300 دولار مطور رش مطور لكسح الربيع 500 دولار فيه كنا عامين منعكس ماكنة تصوف أغنام مطور منشار الحشاب المشروع الأساسي اللي احنا اليوم مستمعين عشانه اللي هو من مؤسسة دالية وبتقرير من المجتمع المحل اسم المشروع هو التعليم المساند بنتيش أحكي أنا كيفية اختيار هذا المشروع المؤسسات الثانية أحكيته لكن كيفية تنفيذنا لهذا المشروع نحن في مركز المروج التعليم المساند هو كان هدفه اللي هو حلات الضغط الأكاديمي عند الطلبة وكل ملاحظ الأساسية اقترحنا نشارك أشغال أدوية وشترينا مواد خير في أربع مجالات هذه الأشغال ومواد تقريباً أمين تقدر تشاهدون في مجالة روشيد المبلغ اشترينا مواد خير بتخص مواد بالروشيد مبلغ 2000-36 في مجالة المبلغ 550 شكل في مجال الفخار مبلغ 485 شكل في مجال الضغط الأساسية مبلغ 724.5 شكل موسيقى 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 نستنى لقوة خارجية نتيجة حل مشاكلنا ما حد أدرك من مشاكله إلا هو الشخص نفسه أو المدينة نفسه أو القرية نفسه اشتركوا في القناة